يعني إبراهيم حتى كان يتواصل مع مجموعة كبيرة من المصريين يمكن يقدر أقول لكم برضو اللي كانوا جايين من أوروبا ومن أمريكا يعني أحب أسمع منه وقالوا له إيه يعني الحقيقة يا باش مهندس أنا أكتر حاجة لفتت نظري في اليومين اللي فاتوا الإقبال الكبير جدا يا كابتن هانيا كابتن إسلام من شخصيات وناس عرب يعني مصريين عايشين في أوروبا كله جاي على طنجة علشان يتفرج على ماتش الأهلي حضر دكتور عراقي بلجيكي اسمه الدكتور عبدالصمد الدليمي الراجل جاي من بلجيكا وهو عراقي طب انت يا عم إيه علاقتك بالأهلي قالك أبويا درس في الأزهر وعلمنا حب الأهلي ارتبطنا من عشرين سنة بحب الأهلي فالراجل ما صدق لقى الأهلي في طنجة فجاي مخصوص من بلجيكا كل هدفه وكل أمله عايز فانلة الآلي لأنه مش عارف يشتريها منين دور على كل الستورز اللي هنا في المغرب ما لقاش فيها فانلة الآلي فعايز يروح المباراة ويروح بفانلة الآلي قال لي أنا سايب شغلي في بلجيكا وجاي مخصوصا عشان الآلي على فكرة دي حالات كتيرة اتكررت لناس مصريين وعرب جايين من أوروبا اللي جاي من بريس واللي جاي من هولندا واللي جاي من ألمانيا كلهم جايين علشان الأهلي بس دي كمان حاجة إنما الحاجة الجميلة بجد للإخوة المغربة الأخوة المغربة يا جماعة دول فعلا اكتشاف كبير جدا ليهم في علاقتهم مع النادي الآلي زي ما المهندس عاد لي أشار الوداد ده النادي الكبير نادي صاحب الشعبية الأولى فلما يبع عنده مباراة مهمة النهاردة مع الهلال وتبصت لقي الناس سايبة مطش الوداد وجاية تحضر مطش الأهلي الأستاذ كان فيه تلاتين ألف وكسر يعني وستمية تقريبا فأنت يكون عندك تلاتين ألف واحد مغربي جايين بأسارهم وكانت اللافتة حكاية الأطفال لأنك قاعد جنب مني أنا وكابتن محسن صالح وكابتن زكريا ناصف أسرة مع الطفل والطفل يقولك الأهل هيربح واحد الأهل هيربح واحد من أول الشوت التاني فكان فكرة أن الأخوة المغربة جايين بأسارهم وبأطفالهم لمؤذرة الأهل والثقة في الأهل دي كانت مهمة جدا بعد المباراة وهم بيحيوا للأهل وبيهتفوا باسم الأهل الحقيقة كانت لفتة طيبة جدا جدا ترجمة نانسي قنقر